نحن الآن في منطقة سكن كريم عيش كريم في منطقة العيس في الطفيلة وهذه المنطقة حرمت من دون المناطق المشمولة في الصرف الصحي في مدينة الطفيلة طبعاً هؤلاء الآن يعانون من مكاره الصحي بسبب كل منزل يوجد له حفرة امتصاصية منفردة وهذه الحفر طبعاً تقوم بتهريب المياه والمياه العادمة إلى بعضها البعض والمواطنون منذ ست سنوات وهم يطالبون الجهات الرسمية سواء سلطة المياه أو التطوير الحضري بمد خطوط من أجل الصرف الصحي ومع الأسف في الفترة الأخيرة توقعت مدرية سلطة محفظة الطفيلة بأن هذا المشروع يكلف مليون دينار والمليون دينار على هذه العائلات التي تسكن هذه المنطقة ليس بالكثير إذا ما قورن مع باقي المناطق في المحافظة الطفيلة التي تمد الصرف الصحي إليها الآن سنلتقي بعض المواطنين الذين يعانون وقاسوا سواء من مراجعة التطوير الحضري أو سلطة المياه ولكن دون جدوى نحن هنا في سكن كريم العيش كريم اللي هو العيص واحد من خمس سنوات بنعاني من الصرف الصحي علما بأنه عوش الأرض قليلة جدا مساحتها والجور ذايقة جدا امتصاصية صرف صحي الأرض صلبة عبارة عن الجور كلها يعني ما فيها مترين في الشهر بننضع أربع مرات مش ملحقين وراجعنا وزير المياه وزير المياه وجه كتاب لمدير سلطة الطفيلة مدير سلطة الطفيلة يقول أنه لا يوجد ساعة سعابية للمحطة علما بأن المحطة يعني عليها مدير الشرطة مدوها عليها مدير الدفاع المدني عليها المخابرات العامة عليها ليش بس سكن كريم العيش كريم لازم يكون بنية تحتية كاملة كاملة متكاملة احنا اجينا وزير المياه حازم الناصر والتقينا معاه في العيص قبل سنة فاعطى تعليماته إلى مدير سلطة الطفيلة مشان التنفيذ فما بنعرف من هذه الساعة هم الوزراء بيجوا عشان يسجلوا يوميات لها الحكومة ولا ينقلوا هموم المواطن للجهات الرسمية اثنين تعال هالساعة بلما تصور بشوفوا المكرهة الصحية بكرة بصير جاي سيف بصير ملاريا بصير بصير عمراض كثيرة يعملوننا صرف صحي عيش كريم لسكن كريم وبنكون شاكرين لجلالة الملك ومن يقوم على هذا على المكرهة الصحية فنرجو منكم كمان تصوير المكرهة الصحية اللي بصير في التطوير الحضري اللي هي عيش كريم لسكن كريم عنا هون في محافظة طفيلة الصرف الصحي في سكن كريم لعيش كريم لخمس لقاءات على البث المباشر على الفضائيات أجوا هون قالوا خصصنا أربع خمس مرات مخصصات لهذا الصرف الصحي ولكن لم نلتمس من هذه الكلام كله عودات وما في ناس يلبي طلباتنا حكونا أوش من المنحة الأوروبية من المنحة الخليجية من المنحة الأمريكية كلها منحة ونحن شافين على الواقع راجعنا مدير السلطة مدير السلطة بقول أنا ما في مخصصات عندي بعده هذا مسجل في التطوير الحضري مسؤولي عنه التطوير الحضري مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري يعني وبقول أنا إذا في عندي مخصصات بعده حتى ما سجلوا فسامين التطوير الحضري مش عارفين بالراجع بقول لك يا عم أنت عند المؤسسة للتطوير الحضري ولا حدا مهتم فينا ولا حدا قايم فينا بنوجه نداء إلى جلالة الملك لأنه ما ظاهر غير كل شغلة إلا جلالة الملك يكون موجود عندها ويقول نفذوها لأنه لا رئيس وزراء موجه على المحافظة ولا وزراء ولا لهم اهتمام يعني انتهت المحافظة منتهي نهائيا مهم شيء جميع المحافظات كل يوم بنسمع فيها استثمارات جميع كل واحد بيجي من برة وبقول لك أنا بدي أستثمر بتنزلوا على البحر الميت طيب دعالوا المحافظات شو فيها المحافظة الطفيلة وين الشركات فيها يعني ثلاث مرات والله أكثر من مرتين كل أسبوع مرتين سحبت يعني في الأسبوع وما في الشعر في الأسبوع والله مرتين سحبت نفسي والله 20 دينار بنسبع كل سحبه نحن بالنسبة للتطوير الحضري الصور وراء الدور هذا ما فيه معدوم والسيل كله المي كلها تنزل عينها والمجاري صرف الصح هذا والله قدش لنا طالبنا جوار سموناه من هدن سموناه حسابنا وما نسبلش فينا وهي أن الميت السيلو هذا كله كله بنعاني كله بنعاني وكله وراء الدار هذا كله هذا مهمال من الدوري ونا روحوا تطويروا حضري عدوار الثالث ونشدتهم وقلتهم وطلبت منهم قالوا ماشي إن شاء الله وتوكل الله وقريب شهر شهر شهرين ثلاثة أربعة وما تشوفنا من الحجيش بالنسبة في نقطة ثانية أنا بده أوجيها لدولة رئيس الوزراء الأكرم إذا تكرم علينا إذا تكرم نستضيفك في محافظة الطفيلة الأبيه الهاشمي نستضيفك وتعمل زيارة لها المحافظة ونشوف المشاريع على الواقع ما إحنا شافين إشي بس بدنا إشي نلتمسوا بدنا إشي يعني يتحسن عننا ونوجه رسالة لجلات الملك أن ينظر إلينا في زيادة الرواتب العاملين والمتقاعدين أبناء الحي في سكن كريم وعيش كريم ناشدوا رئيس الوزراء بالقدوم إلى الطفيلة من أجل أن يطلع على الواقع المرير الذي يعانون منه أيضا ناشد هؤلاء المواطنون جلالة الملك بالتدخل السريع والفوري من أجل حل مشكلة الصرف الصحي التي يعانوا منها منذ ست سنوات وهم ينتظرون ويترقبون ردود الحكومة من أجل حل هذه المشكلة المستعصية التي ضاعت ما بين وزارة المياه ومديرية التطوير الحضر للحقيقة الدولية محمد المحيسن محافظة الطفيلة ترجمة نانسي قنقر